المورد الحادي والثلاثون الكامل الجزء العاشر في صفحة 81 ثم دخلت سنة 586 هجري ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته قال ابن الأثير في هذه السنة خرج ملك الألمان من بلاده قال ابن الأثير في هذه السنة خرج ملك الألمان من بلاده وهم نوع من الفرنج من أكثرهم عددا وأشدهم بأسا وكان قد أزعجه ملك الإسلام البيت المقدس فجمع أساكره وأزاح علتهم وسار عن بلاده وطريقه على القسطنطينية فأرسل ملك الروم بها إلى صلاح الدين يعرفه الخبر ويعد أنه لا يمكنه من العبور في بلاده ملك الروم أخبر صلاح الدين قال له بأن الفرنج قد تحرك من ألمانيا من ملك الألمان قد تحرك باتجاه الشام باتجاه بلاد الإسلام باتجاه بيت المقدس البيت المقدس فأرسل ملك الروم بها إلى صلاح الدين يعرفه الخبر ويعد أنه لا يمكنه من العبور في بلاده فلما وصل ملك الألمان إلى القسطنطينية عجز مالكها عن منعه من العبور لكثرة جموعة لكنه منع عنهم الميرة ولم يمكن أحدا من رعيته من حمل ما يريدونه إليهم فضاقت بهم الأزواد والأقوات وساروا حتى عبروا خليج القسطنطينية وصاروا على أرض بلاد الإسلام وهي مملكة الملك قلج أرسلان بن مسعود بن سليمان بن قتلمش بن سلجق هؤلاء السلاجقة فلما قاربوا مدينة قونية خرج إليهم الملك قطب الدين ملك شاه بن قلج أرسلان قلج أرسلان ليمنعهم فلم يكن له بهم قوة فعاد إلى قونية وبها أبوه قد حجر ولاده المذكور عليه وتفرق أولاده في بلاده وتغلب كل واحد منهم على ناحية منها التفجيرا ابن الأثير يقول هذا السلجوقي الملك السلطان قطب الدين ملك شاه ملك شاه بن قلج بن قلج أرسلان هذا يقول لم يكن له بهم قوة فترك الأمر وانهزم وهرب أمامهم إذن لماذا لم يتحق بأسكر سلاح الدين ويقاتل مع المسلمين ضد الفرنج لماذا عاد إلى بلده يقول فعاد إلى قونية سنعرف هذه الشخصية يقول فعاد إلى قونية وبها أبوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اقرأوا عن الدولة السلجوقية وعن السلاجقة ماذا يقول عليهم أئمة التيمية أئمة المارقة ماذا يقولون عنهم وهذه هي شخصياتهم وهذا هو تصرفهم لا أقصد عندما ترك وهرب لا ليس هذا التفت جيدا إلى ما أقول إلى ما يقول ابن الأثير يقول فعاد إلى قونية وبها أبوه قد حجر ولده المذكور عليه يعني هذا قطب الدين ملك شاه ابن قلج أرسلان قد حجز على قلج أرسلان الآن هذه تدغدغ الأفكار والمشاعر ينصرف الذهن إلى وجود أشخاص حكام في هذا العصر قد حجروا على أبائهم من أجل منصب من أجل الكرسي من أجل السلطان يقول وبها أبوه قد حجر ولده المذكور عليه وتفرق أولاده في بلاده وتغلب كل واحد منهم على ناحية منها أقول أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الملك السلطان قطب الدين ابن قلج يحجر على أبيه قلج فيغتصب منه الملك والسلطان إنه صراع الملك العقيم الملك